على خير إن شاء الله نهارده أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي بيعلن فسخ عقد اللعب الإنجولي جيرالدو وطبعا ده كان بالتراضي كان بتسويت كافة الأمور المالية الخاصة بالطرفين ووقع جيرالدو على طبعا ما جاء فيه مذاكرة التسوية في نفس الوقت الجاز الفني واللعيبة نهارده طبعا قاموا بوجب الوداع الإنجولي ووجه لي كابتن ساد عبد الحفين مدير الكورة كل الشكر عن الفترة اللي أضاها في النادي وسام طبعا أكيد مع زمايله في تحقيق العديد من البطولات سواء المحلية أو القرية كل التوفيق له في المرحلة ومشواره اللي جاي طبعا جيرالدو على رحيله من القرى الحمراء بالرسالة شكر الجمهيري النادي الأهلي وزملائه كتب على حساب في النيستجرام اليوم إنه آخر يوم في النادي الأهلي أود أن أشكركم على أشكر جميع زملائي في الفريق وجميع مشجيع النادي الأهلي على ما عشت هنا في العامين المضيين وشكرا لكم يعني خلينا نتكلم شوية عن الجزئية ديت وخاصة أكيد جاردو طبعا يعني كل الشكر ليه قدم ما في استطاعته خلال وجوده في النادي الأهلي النادي الأهلي خلينا نتكلم كمان من خلال السوشيال ميديا سهام بدأت الناس تتكلم أصل النادي الأهلي آه دفع كامل عقده وده مبلغ كبير جدا خلينا نتكلم بكل أمانة ودي رسالة الجمهير النادي الأهلي النادي الأهلي بيتعامل بكل احترافية مع أي لعيب على مستوى التعاقد وعلى مستوى فسخ التعاقد بأكد لكم النادي الأهلي ما فردش في حقه كمان ادى حق اللعيب لكن بالتراضي يعني في عملية عملية تمت ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي والإدارة واللاعب واللاعب زي ما أنتم حضراتكم يمكن شفتوا أو تبعتوا من خلال التويتر من خلال كمان توديع زملائه ليه هو كان سعيد لكن في بعض وسائل السوشيال ميديا كتبت أرقام كبيرة جدا وأن جراردو حصل على ملايين الملايين أنا بقول لحضراتكم أن إدارة النادي الأهلي إدارة محترفة عارفة بتشتغل إزاي أن جراردو يعني بالتراضي بما يناسب بما يناسب النادي الأهلي وبما يناسب كمان اللعب فدي نقطة كان مهم جدا أننا أوضحها لحضراتكم وإحنا عندنا كل الثقة في مجلس إدارة